بعد تأجيله ست مرات منذ عام 2012 يعود مشروع التعداد السكاني في العراق مجددا إلى الواجهة تصريح جديد أطلقه وزير التخطيط الحالي محمد تميم يؤكد فيه أن وزارته ماضية نحو إجراء التعداد السكاني في العراق بعد مرور 36 عاما على آخر تعداد سكاني شمل جميع المحافظات العراقية والذي أجري في عام 87 وتسعمائة وألف أما عن أسباب جدية السلطات الحكومية هذه المرة يقول تميم أن الحكومة توفرت التخصيصات المالية للمشروع وتجاوزت ما وصفه بالتحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذه ويرى خبراء سياسيون أن دلالات توقيت هذه الخطوة التي جاءت بعد خمسة أشهر من إقرار السوداني ما تعرف بالوثيقة الوطنية للتعداد لا تخلو من أبعاد سياسية بحتة لا سيما وأنها تتزامن مع المضي باستعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية التي باتت مصدر توتر كبير بين شركاء العملية السياسية وعلى الرغم من أهمية معرفة عدد سكان العراق الذي قدرته وزارة التخطيط العام الماضي بأكثر من 42 مليون نسمة يقول مراقبون إن الحكومة إذا ما مضت بعملية التعداد العام لسكان فإن هذا الأمر لا يخلو من شبهات في التزوير والتضليل بسبب سياسة التغيير الديمغرافي التي تعرضت لها المدن المنكوبة ووجود مئات الآلاف من النازحين في المخيمات وهو ما سيجعل هذه العملية موضع نقد وعدم اطمئنان ويضاف لكل ذلك منح مئات الآلاف الجنسية العراقية لا سيما داخل المحافظات التي تسيطر عليها الأحزاب الموالية لإيران كمحافظة ديالا جميع هذه الحيثيات تعد أسبابا كافية لنقض وإفشال هذا المشروع الذي يرى مراقبون أنه يلعب على وتر الطائفية التي زرعها الاحتلال الأمريكي وسيفرض واقعا جديدا على العراقيين بأرقام كتبتها سياسات حكومات ما بعد عام 2003